بمأت من مهيب شيع الجيش اللبناني وأهالي بلدة سعد نايل الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد في عملية فجر الجرود في البقاع الشمالي التشيئة وحضرهم ممثلون عن وزير الدفاع ياقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون وحجدهم من الشخصيات وفعليات البلدة ومن سعد نايل إلى صور حيث شيعت المدينة ابنها العريف عباس كمال جعفر وقد انطلق موقب التشييع من أمام منزل العائلة وجاب شوارع المدينة وسط نثر الأرز والورود وصولا حتى جبانة الخراب ليوارى في ثراها حيث قلدهم ممثل قائد الجيش وساما كذلك ألقيت كلمات أشادت بمنقبية الشهيد وأكدت أن معركة الجرود هي معركة كل لبنان في مواجهة عدو عنصري حاقد يستهدف الوطن